بسم الله الرحمن الرحيم عقدة اللجنة الشؤون التعليمية اجتماعها وذلك المخصص في النظر بالمشكلات التي تواجه طلبتنا سواء من تقدم بالبعثات الداخلية أو الخارجية وذلك بحضور الأخ وزير التعليم العالي والنفط وكذلك وكيل التعليم العالي ورئيس مجلس الجامعات الخاصة ومجموعة من الزمل النواب للنقاش حول كيفية معالجة هذه المشاكل وكان هناك عرض مفصل عن الاحصائيات وعن الأعداد في التخصات التي عرضت في خطة الابتعاث الداخلي وكذلك الخارجي وهناك بلا شك مشاكل كثيرة واجهت أبنائنا هذه السنة منها عدم توفر الرغبات التي يرقبها أبنائنا في التخصات المعروضة وكذلك منها لم يتم قبول من يرقب بتخصات معينة وتم قبوله في تخصات أخرى وأضف إلى ذلك ضعف الإرشاد والتوجيه في هذه المؤسسات ويجب أن يكون هناك إعادة نظر في التعامل مع هذه القضايا برنامج الخاص في الابتعاث الداخلي والخارجي يحتاج إلى غربلة يحتاج إلى عادة تقييم حتى يتم تلافي هذه المشاكل فوعدنا الأخ وزير التعليم العالي أن يتم عمل مؤتمر صحفي يعرض من خلاله كل الحلول والمعالجات لهذه المشاكل ولهذه التحديات وبالتالي وعدنا بأن يتم أخذ قرارات عاجلة يتم من خلالها زيادة أعداد خطة الشواغر أو المقاعد المعروضة في خطة الشواغر حتى يتم استيعاب أكبر عدد ممكن من لم يقدم على الابتعاث الداخلي أو الخارجي في مراحلها الأولى أن يكون له فرصة في خطة الشواغر القادمة إن شاء الله بعد العيد سواء خطة الشواغر في التعليم العالي للدراسة في الخارج راح تكون إن شاء الله بعد العيد مباشرة أعتقد يوم 27 ولمدة ثلاثة أيام أو 25 ولمدة ثلاثة أيام وكذلك الابتعاث الداخلي راح يكون خطة الشواغر في شهر ثمانية فأكدنا على أهمية أن تكون هذه الخطة فيها الكثير من التخصصات سواء في الجامعات الخاصة وأن تكون كذلك أعدادها أو العداد الممنوحة للطلبة تكون كافية حتى يتم توفير الفرص المطلوبة لأبنانها الكل يتطلع سواء أولياء الأمور أو الطلبة أو لجنة الشؤون التعليمية أو حتى النواب هناك اهتمام كبير في هذا الجانب أن يتم استيعاب كل من تتوفر فيه الشروط الخاصة سواء بالابتعاث الداخلي أو الخارجي أن نوفر له الرغبات المناسبة أن نوفر له فعلا ديمقراطية التعليم أبناءنا من حصل على هذه النسب يجب أن نأخذ بيده يجب أن نشجعه أن نجعله يعني متحفز حتى يحقق طموحه في التحصيل العلمي فلجنة الشؤون التعليمية ستتابع هذا الأمر وكان فعلا اللقاء اليوم إيجابي توسعنا في النقاش حول كيفية تطوير هذه المؤسسات سواء مجلس الجامعات الخاصة مطلوب من الأخ معالي وزير التعليم العالي أن يعيد النظر في النظم المعمول فيها هناك بعض الجامعات لا تلتزم بتحقيق المعايير الخاصة في الاعتماد الأكاديمي يجب أن تخضع هذه الجامعات لشراف ومراقبة جهاز مستقل لكيان مستقل لهو الاعتماد الأكاديمي ويراعى من خلال ذلك تحقيق هذه المعايير في هذه الجامعات لله الحمد طلبتنا من يرقب بمواصلة دراسته الجامعية البلد الله أكرم عليه بخيرات وخير الاستثمار يكون في العنصر البشري ونتطلع في الأيام القادمة إن شاء الله أن يتم الأخذ بجميع المقترحات الإيجابية وكذلك التوصيات التي أبدتها أو أبداها رئيس وعضاء اللجنة وكذلك من حضر من الزمل النواب الذي نشكره على حضوره وعلى إضافته وعلى تفاعله وكان فعلا اجتماع اليوم إيجابي ومن خلاله إن شاء الله نتطلع إن شاء الله أن تكون الفترة القريبة العاجلة حلول جذرية لكل المشاكل التي أبداها أبنائنا الطلبة وكذلك أولياء الأمور ونحن بدورنا في لجنة الشؤون التعليمية راح نراقب وراح نتابع هذا الملف حتى نوفر لهم الاستغرار ونوفر لهم الفرص المناسبة شكرا لكم وكل عام وانتم بخير ترجمة نانسي قنقر